احتجزت ميليشيات الحوثي بمناء الحديد الخميس أكثر من 326 حاوية تحمل مساعدة إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ضمن مسلسل إعاقة أعمال الإغاثة وتشمل الحاويات أدوية للأمراض المزمنة ومكملة غذائية وزيوت ومواد غذائية وزعمت ميليشيات الحوثي أن الاحتجاز للمواد كونها منتهية الصلاحية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وقالت أنها بصدد مخاطبة البرنامج بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ ولم يصدر أي تعقب من برنامج الأغذية العالمية على الحادثة أو الرد على المزعم الحوثية حتى الآن